اشتركوا في القناة سنحتاج في هذه الحصة إلى قلم رصاص وممحات أقلام تلوين كتاب الرياضيات الجزء الأول مكعبات أو أي شيء مشابه دعونا نبدأ مع فقرة أتمرن صفحة 80 أعد أكتب العدد أرتب الأعداد إذن السؤال الأساس كيف أرتب الأعداد من 6 حتى 10؟ أولا سنعد هذه الأبراج ونكتب عدد المكعبات ثم سنرتب هذه الأعداد هيا يا صغاري لنرى العمل الآن الأعداد هي 6 5 8 7 إذن ترتيب هذه الأعداد يكون 5 6 7 8 8 ما زلنا في فقرة أتمرن أرسم البرجين الناقصين أكتبوا عدد المكعبات سنرى الأعداد المكتوبة نرسم أبراجا لها ثم نعد المكعبات في الأبراج الموجودة ونكتب العداد هيا يا صغاري نفذ المطلوب هنا العدد هو أربعة علينا أن نرسم برجا مكونا من أربع مكعبات واحد اثنان ثلاثة أربعة وهنا العدد ستة إذن علينا أن نرسم برجا مكونا من ستة مكعبات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة وهنا البرج مؤلف من خمسة مكعبات إذن نكتب خمسة وهذا البرج مؤلف من سبعة مكعبات نكتب سبعة أعد أكتب العدد أرتب الأعداد باتباع نفس الطريقة سنعد الدوائر في كل مربع ونعد العدد ثم نرتب هذه الأعداد هيا يا صغاري نفذ المطلوب أحسنتم إذن هيا لنرى بعد أن عددنا الدوائر في كل مربع نحصل على الأعداد ستة ثلاثة خمسة وأربعة ترتيب هذه الأعداد هو ثلاثة أربعة خمسة ستة ننتقل الآن إلى صفحة واحد وثمانون ثقرة أقوم أعد أكتب العدد أرتب الأعداد إذن علينا أن نعد الأبراج ونكتب العدد ثم نرتب هذه الأعداد أوقف الفيديو وأبدأ بحل ثقرة أقوم صفحة واحد وثمانون هيا لنرى إذن عدد المكعبات في كل برج هو سبعة خمسة ستة وثمانية ترتيب هذه الأعداد هو خمسة ستة سبعة ثمانية إذن السؤال الأساس كيف أرتب الأعداد من ستة حتى عشرة لنرى هنا الأعداد يوجد سبعة ثمانية ستة عشرة تسعة لنرتبها بهذا الشكل يا صغاري ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذن هذا هو ترتيب الأعداد من ستة حتى عشرة إلى اللقاء يا صغاري مع درس جديد اشتركوا في القناة